السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة قصص وحكايات المغرب أولا بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله اللهم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين نبدأ الحلقة دي لاندي اليوم مع واحد جو شباب واحد اسمته أيوب واحد اسمته عمر أيوب مع عمر خدامين في واحد لوزين الوزين كان كبير ما شاء الله ويخدموا للمنطقة كاملين تقريبا هذه المنطقة اللي جاءت في الخارجة دي للمدينة وعلى مقربة من الوزين واحد الغابة الغابة لم يكن محسوبة من هذا الفيلاج وإنما على الفيلاج آخر ولكن هم هدرالي هدو كانوا كارين في واحد الدار كانوا كارين ها يعني هم مولاد الفيلاج ولكن كسعاب لهم حال انهم كيف يقوموا بكريه ويجي وخصون مركوب وما إلى ذلك انطروا انهم يكريوا واحد دورة كارين جوجبيم أيوب مع عمر وكارين عام وحد الولد الاسم دياله امين احتى هوايا وولد هدو المنطقة ولكن كارين مع هدرالي ما باغيش عيش في داعهم كارين مع هدرالي هاد هدرالي هادو أيوب مع عمر وصباح من الصباحات جاءوا عند البوليس جاءوا عند البوليس اشنو كيقول لهم جاءوا ليما وديرها احنا كارين مع بعضياتنا ثلاثة شباب خدامين في واحد لوزين اليوم كنتفاجئوا احنا كنا خدامين الليل وخرجنا مع جوي هذه الخمسة الصباح على المكاك جاءوا الضار لم يتجدون الحواج لنا لم يتجدون الفائزة الحواج لامرط الفلوس لتعلى حاجة مكاينة السيد سرقنا ومشا شكونا هدو سرقهم امين ما يكون الا هو امين وامين ما يكنش هذه الليلة كانوا لا تجدونه كانوا اخذ اوروبا ما أخدمش الليل معنا وقالنا من الصباح وقعنا الدار خاوية كتبت لا يوجد شيئا المهم ان يدار دكلاراسيه عند البوليس البوليس جاء في النيت الدار وقعينه يجب الدار خاوية لا يوجد شيئا ويقولون ان يفرقون من أمين الصديق أديهم هنا البوليس لن يعتقلون لن يعتقلون أمين لن يعتقلون أمين لا يعمل كان يخدمه من اليل ولكنه لم يجرد كيف تقولون لنا أنه يجب أن يجبه ويقولون مل وزين ويقه الاسم اليمني في الخمسينات في العمره في اليمني وقال له أمين لن يتسلم شيئا لا أستطيع أن يقوم بإمكانكم لن يتسلم ويقولون لي أنه لا يعمل هذا المكان لن يعمل ولكنه لا يعمل ساعة في المشاوة والدهار لابقى البحث جاري لأنه المتهم بوحيد في هذه السارقة التي تعرض لها هذه الشباب ولكن في نفس الصباح في نفس الصباحية كما قلنا كانت واحد غيبة غير صغيرة في واحد الفلاج هذا الفلاج هذا الغابة أشلقه في الناس في الصباح نفس التوقيت الذي جاءوا ذكروا فيها هذه الشباب بأنهم تسرقوا ترقوا واحد دري تضيح الشباب وهو مقتول شبعان طاعنات قاتلة وعلموا البوليس الجاو من بعد ما علموا النياب العامة من بعد ما أردهم الشباب الجوة للقضائية و شرطها العلمية هذا الشبب من المقلب وقال بوه يجب أن يكون في المقتبل العمر يوجد 26 أو 30 عام ويجب أن يكون محلماً بها بطاقة حوية ويجب أن يكون محلماً وقال بوه يجب أن يكون قريساً تعرض للصريقة ويجب أن يكون هو ماذا سيعرفون؟ هناك أولاد المنطقة يتعرفون الفيلاجات والكبار في العمر وماذا ذلك يتعرفون لها قالوا هذا هو أمين والعطار يقولون أنه كان عطار ماذا سيعرفون؟ هذا أمين هو نفس الشخص الذي تهمه الشباب أنه سرقهم سرق لهم الدار و أخبر له الأعطار هو نفسه أمين والبوليس سيعرفونه بأنه هو نفسه الشخص فزوه الدول المسودع البلدي للأموت ابقوا في مصرح الجريمة عرفوا بأن مصرح الجريمة هو تماما يعني السيئة تقتل تماما نظراً لغزارة الدماء التي كانت طيحة تماما ولكن كنا نظرون على مقربة من الضحية فين كان مقتول يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب هذا الروايد بالخبرة التقنية تتعلم أنها ستكون طعامه الكبيرة في كوب و هوندا وما إلى ذلك ولكن كنا نظروا إحدا واحدة تجراء أمين كان ستكون طعامه كما كان تجربة إلى طعامه مضربة بالطعامه فرين مرزا وطيحا وبين الضربة وهذه دير شطا مبيل تجرع لربما يريد أن يهربوا من بعد قتلوا هذا السيد يرى حالاتهم و يجب أن يكون أحدها كذلك واحد السيكان واحد الصرة واحد الأشياء يعني من الصارقة سوى تفازة سوى حويج مضربة أي حاجة هنا من اللي عرفو كما قلنا راه هو أمي اللي يسرق بينا قاوصين يسرقوا ذلك الشاباب بمشاو جابوا ذلك الشاباب قالوا ليم أجيوا أنتم مبالا تعرفوا على هذا السيد تعرفوا عليه في مستوى البدء الأموات قالوا بأن هذا هو آمين وهذا هو اللي يكتراني به بأنه سرقنا هو هذا نفسه قالوا ليم مزيان ذا بغني أوريكم الحويج حنا نلقينا وحنا لجتة إذا تعرفتوا عليم من اللي أوريهم ذلك الحويج السيكان وبوالز وحواج وما إلى ذلك وتلفازة تعرفوا عليم قالوا هذو محواجنا وما هذرو تترقلنا مندار هنا البوليس شدوه مباشرة لماذا؟ لأنه قالوا انتم انتاقمتوا منه السيدة شفاركم فقدرتم شراءات لكم ما خليتوش البوليس فقدروا خدمتهم فقدرتم شراءات لكم وقتلتوه انتاقمتوا منه وقتلتوه المهم أمشاو شدوه ودوهم التقيقات كي يقولوا نحن قتلناه مولو نحن قدرنا القانون نحن من يجينا من بعد ما كنا خدامي الليلة كاملة يجينا وعلمنا على السارقة التي تعرضنا لها وهو الوحي الذي يتاكل معنا وبالتالي سيكون هو الذي يشفرنا قالوا ليم هذرا ويقولوها اللي حتيبان التقرير للطبيب الشرعي طبيب الشرعي لا تعطل اجعل وخرج ما قال ليم؟ قال ليم هذو السيدة تقتل مع جويل هذيك مهم ثلاثة الليل مثل مكاك ما بين ثلاثة ربعة أذية الليل وتقتل بأدوات حادة يعني لا يوجد واحد لقتله يعني واحد جوش تقريبا ما بين جوش ثلاثة الأشخاص وفي هذا التوقيت بالضبط الناس كانوا خدامي الليل رجعوا لشركة أو هذا الوزين أكدوا الناس كاملين بأن حاجة الشباب عمر مع أيوب كانوا خدامين وكانوا خدامي الليلة كاملة وما خرجوا ما غاضروا الوزين لحتى الخمسة الصباح والسيد لا يمكن شيء يعني هذا ما يشيه ولكن آمين رأتا أخذ دامعه وفي الوزين وعليه ما يجلش يتكليله هذا السؤال لأنه يقولون لأنه يقولون لنا قالوا لنا ما سولنا لنا ما يشينا الخدمة ما يجينا مع الصباح لدينا تخونات يعني كان السيد موهنا ونبغاش نمشي الخدمة ما علينا هذي تبقى حضرتهم والطواب الشرعي برأهم يعني برأهم بالتقرير وقال بأن السيد تقتل مع جوية ثلاثة أربعة وهو تقتل مع جوية ثلاثة أربعة وأنه كانوا خدامي لحتى الخمسة للصباح لتخرجه مالوزين مازيان قبل أن نكمل هذه التحريات والتحقيقات نرى أمين والدمن وكيف يشتا وقع الخدمة في هذا وزين السيرة السيدنا الكرام كان هو أخته أخته اسمه غيزلان أولاد سيد يقول له العطار يعني معروفين بأولاد العطار والأمين يقول له أمين والد العطار العطار كان رجل لم يصور الحال لديه خيره لديه 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 أبوه كان حرص أنه يربيهم أحسن تربية وما يخليهم شيء يعني يتكرف ولكن آمين خرج منه العجب من اللي يبصر هذه المراحلة بحلمة كيف سيدك يزبدل ولا يتعاشر من رفاقة السوء ولا يتناول مخدرة الصلبة كيشرب بصهار وما إلى ذلك أبوه عيامة عيامة هو عيامة يعطي الفلوس عيامة يفاسرها يعني يعني يدخل ويذهب ليس خلال ويخرج ويخرج تلاتة اربعة ومثل ويأتي يقول بحيث ويأتي يكبر يدخل ويأتي بحيث ويأتي 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 يأتي ويأتي لك إعجاب كيف أن أن يدخل يجري عليهم من الدار هنا خرج أمين خرج المعاشر مع الشيدرالي صاحب مع واحد الدري هذا الدري اسمته حمادة وتوايا واحد شمكار منه مجرم داخل خرج الحبس ولو تعرضوا سبيل المعرّة و يدخلوا العجوب الكهل ولو انه لم يعمرهم يدخلوا الفسيجن قولها اختهو بقعت غيزلان هي الوحيدة التي بقعت معها مع باباها باباها قال على الأقل تقدر تقرأها لا تريد شيئا أو لا تريد زوجها و لا تريد زوجها ولكن الأسف الشديد احتياها طلعت مشكلة كانت تعرف واحد السيد اسمه موخلص هذا موخلص بحال حامده و بحال أخوها أمين يعني إنسان ما عمره دخل الحبس ولكن إنسان ما صارح له له مدمن خمور مخدرات الصهار يتلقى العباد لله يسلبهم أموالهم يدير العجوب لك ولكن هي العاصقة فيه و تابعها خمس سنين و يقول لها سوف تزوج بك اليوم غدا كانوا يجبون الخطاب و لا تريد من سنة موخلص لكي يخلص لها و يتزوج ولكن هذا لا يوجد في نهاية المطاف هذا الموخلص يتزوج واحد إنسان اخر و يتزوج لها و لكن ما دام هذا صاحب أمين يعني عشيره بالصح واحد و قرر انه يتزوج بها هنا في النيت طلبها طلبها من باباها 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 لماذا؟ لأنه وقع بينه و بينها صداع هذا الرجوع بالحامدة قبل أن يتزوج به الغزلان كان يتزوج باباها و كان يتزوج فعلا و لكن خلاته باباها موخلص لكي تعرفوا الصدف غريبة في القضية موخلص تزوج باباها و تزوج باباها موخلص الآن الأمين ترحل باباها و تصدع لتعاقب من الموخلص لم أعرف هذا الرجوع و موخلص و فعل الحامدة و قلت لحامدة و قد رأيها سينتزوج و كان يتزوج و كانت معروفة و كانت معلومة و سمحت فيها و قال لحامدة و قلت و قلت و سينتزوج باباها لا يوجد رأسه حمادق مخلص وتخصم معه وتضرب معه وعرف الآخر تزوج بذلك السيدة هنا تضربوا مخلص يجبد واحد جنوية ويعطيه للعنق تسبب له في شلل هنا جاء البوليس شدوا هذا المخلص وضربوه في 20 عام بتهمة محاولة القتل بينما الآخر تبقى في السبيطار وخرج بشلل هنا يسر وبقى تغيزلين معه وصافي هنا كل ما يدخل يدخلوا لأخوة الحمادق كانوا لديهم شخوت المخلص لأنه ليس مخلص وكذلك تشد في الحبس في 20 عام هذا المخلص لأنه كان السباب اخوة المخلص ليس تحرّج وضع المشاق وضع المسلوق وضربوا وضعوا لأخوة المخلص وعطاهم قتلى الأصل وضعوا على طفطف وصلوا أمسيان هنا أدخل العربية يسردوا البوليس وعطوهم 10 شهر من الحبس هنا من يخرج من السبيطار هذا الأمين هذا عاد تياب ورجع يعني يرجع للطراق ورجع للجادة الصواب لا يبقى يسهر ويرتشي حاجة ورجع مشاكرا مع ذلك الدرالي الخدامي في ذلك الوزين ديال الحاج اليماني وطلبهم قال لهم مع وكي عرفهم ديجا وقال لي معافكم اللي ما شوفوا ليشي خدمة معكم في الوزين فعلا الناس وقالوا يطلبوا عليه ثم اللي شافوا ذلك اللي يحتاجه دخلوه معهم والخدام معهم ونقق يرتشي حاجة خيبة هذه السلخة اللي يسلخوا هذو الشخوت سوف يرجع طراق مازيان هنا كانوا الشخوت خرجوا من السجن يلا خرجوا من السجن اللي أعطوه قتل للأسا يلا خرجوا سكرهم بشي هربح المكاك هذه وقعات الجريمة تأمين في ظروف غامضة هذا المشابه فيه ما يكون هذو الناس الذين كانوا كارين معه وتشفروا ومشاوهوا تقوموا منه أو هذو الشخوت الذين كانوا قتلوا بالأسا وتشدوا عشر شهر دي الحبس على ودخوهم حمادة شكون في نظاركم تحريات وتحقيقات هي اللي ستبين هذه التحريات والأبحاث ستوصل البوليس ستوصلهم بأنه هذا الجوش خوت أخوة حمادة اللي ضربوا هذو أمين وصيفتهم في السبيطار كانوا يخدموا في البيع الخضراء يبيع شريوف الخضراء وعند الخضراء يفقوا الصباح المولي بكري يمشي ويجيبوها من المارش أكيد أن تكون لديهم طمويل هنا يسولهم على هذا يعني لا يوجد طمويل أو شيء ما قالوا؟ قالوا البوليس بأننا كنا نمشيوا مع واحد لديهم طمويل ويجيبوها من المارش ويجيبوها من المارش وفي النهار في القاعدة فقرنا الصباح بكري ومشينا المارش يعني لقيتها لن تقتل هذا المارش أمين يعني لم يجبوه شخص دليل فين كانوا؟ حج الغياب ديهم الحاجة الوحيدة التي يقولون في الفترة كانوا مزارين في الدار باقي ناعتين ويجبوها من المارش ويجبوها من المارش ويجبوها من المارش تقومون في الخضراء وصلوا لي لديهم قرراء بيكوب يقلبوها البوليس لبولة الورانية مهرسة لقاوة مهرسة ومع المنزل كانت خضراء أصلا بكاملة خضرة لا يوجد ضغطة على ضربة لماذا ضغطة على ضربة؟ لأن هذا الطنوبيل كانت ضربة شجرة لأن الآمارات كانت بادية واضحة والآمارات البغلس على الفرين طائحة مازيان هنا قالوا أكيد هذا الطنوبيل كانت هنا يوصلوا بها آمين هنا قتلوه أو قتلوه في مكان أو قتلوه في مكانة ويجابوه هنا مثلا قلبوا طنوبيل مزيان لا يوجد قطرة الدم لا يوجد شيء لا يوجد البيكوب لأن هذا الناس كان نهزهم بحالة الناس كاملين كان نقل الناس من ديورهم المارشي يجبوه لهم المحال هذا النهار أو هذا الصباح والصباحات قالوا يدوز عندنا هذا الزيتم ديتم المارشي تقدم الخضر ديرهم وجيت أنا ما كعرفتك أمين ما ديتم الغابة ما تشي حاجة تشي حاجة من نظر هذه ماكينة المهم بكل الاختصار هذا الجوش تقدمه وتمو البويكوب تقدمته على العدالة ولكن قد تحقيق أطلق كل شيء لعدم كفاية الأدلة المهم سنجد هذا الجريمة غامضة بالنسبة البوليس وتوحل المطيح الفاعل الحقيقي سنجد سنجد 14 تقريبا على جريمة على قتل من هدف غامضة كما قلنا ما قد يقع؟ واحد الشاب هشام كان خدام في لوزين الحاجة اليمانية هذا هشام كان عنده أخوه أخوه اسمه نيزار هذا نيزار كان موجود في الحبس ولكن لماذا تشد في الحبس؟ لأنه ليس جريم شفار وبالضبط كان موجود حيازة مسروق يعني شرق واحد الحاجة مسروق مازي من اللي خرج من الحبس صافي تياب وقال صافي منع لهذا بدو وزن الحبس وكذا ندخل ونخدمه جاء عند هشام أخوه وقال يشوف ما يخدم معك في الوزير اليمن صافي قال لي أخوه ليس أطلب الحاجة يماني على هذا نيزار هذا نيزار من اللي من اللي يدخل لوزين تقريبا نخدم مزيان ولا ترون كيلو وخاوه عنده صواب قضائية وعنده يعني غير وجوه وكتشوفه وكتعرفه ولكن مهم الله غفور رحيم دار مع المزيان كالحاجة يماني ودخله أخوه هنا من اللي خدم واحدة لبقيتها معينة كالحاجة يماني ويجب أن تزوج وبيمن يجب أن تزوج يجب أن تزوج ببنت الحاجة اليمانية التي كانت عندها سبعتاشر عام اسمتها إنصاف نيزار أخوه قال لي مرحبا أخوه قال لي بنت باطرون ولم تسطيتي لم يمكن المهم يجب والديه ومشخطب بنت الحاجة اليمانية ومشخطبها على سنة الله ورسوله هنا المصادفة الغريبة أن البنت وافقت إنصاف هنا ما يدخل أي يدخل أخوة الحاجة اليمانية هنا من العائلة الحاجة اليمانية هم عائلة أبن عن جد لا يعطونه بناتهم براني وهما ولادهم لا تزوجون من بناتهم أو بناتهم وبنات عائلات على أولاد الناس على أخوة وما إلى ذلك هنا أخو الحاجة اليمانية هو عم إنصاف كان مخلي إنصاف لولده راشيد كان دائما من الصغر يقول إنصاف بنتك أخوية لولده راشيد ومتعفقين على هذا الاساسد الاحتداء بك يسمعوا بأنه إنصاف جواهر الخطراب ما يمكنش جواهر ودارو روينة تماما يقول لي ما يمكنش الحاجة أعطيتي بنتك لهذا السيد هذا اللي ناكيرا في المجتمع ما ساوي تحاجة ما عنده تشي حاجة وكان غير شخص لا بأسأليه ولعنده نوفود ما زال مش مشكل وبنتك تنتاع عطيني العهد ومواعدين لأنك هتعطيه لي الولدي يقول لي صافي الله غالب المهم ما كتابش هالي شي غاب الرزق المهم مش سيدر انك نعرفوه خدام عندي في الوزين قدام الإرادة تابنتي يعني ما يسوه البنت ألقاهوها باغة ما يمكنش ولكن هنا دابزو دابزو ذلك الحاجة يمانية مخوتو لها إلك مهم واحد روينة وليت تماما لاش الحاجة يمانية يعطي بنتو لهذا الناكيرا هذا وخلى راشيدي والحساب والناسب وما إلى ذلك هنا طلع له الدم ذلك الحاجة يمانية وتعصب ومشا حاول انه انتحر من اللي حاول انه انتحر عطقوه في آخر رامق قدوه السبيطار هنا البنت ديالو ليه انتحف من اللي عارفاتو انه باغة انتحر تعصبت اشنو مشا ديرت؟ مشا انتحرات مشا انتحرات مشا انتحرات واحد دوا وما إلى ذلك دوا ديالفارو معا شنو؟ شرباتو ما جاو فيني عطقوها لحتمو الأمانة دا أمانتو توفيت هنا من اللي مشاو قالوا لهذاك الحاجة اليماني يقول لي وديرها من اللي عطقوه بطاب الحالو باقي في السبيطار يقول لي بنتك انتحرات من اللي سمعتك انتق تحرتي على ودد المشاكلة ساوي شد باسو وزاد تعصب كثرة كثرة او مرض كثرة كثرة نهضوا هؤلاء الناس لأنه هذاك يعمل انتحر البوليس داروا لغا يتدخلوا ميدا ذلك نهضوا العائلة ديال الحاجة اليمانية ما قالوا البوليس؟ قالوا بأن هذا النزار هو اللي منه تعجب قامل هو اللي يخطب البنت وأكيد هو اللي هو اللي يكون صفالي البنت ما انتحرات مواله جاءوا البوليس القوية القبل لأن رجل تدي الانصاف بقى عنده طبيب شرعي وكناولا واحد ذلك كمية كبيرة على الدوايات وشكون قالوا بأنه النزار هو اللي يعطاعها الدوا باش يرغم على الزواج به او باش يقسلها او لشوف علمه عند الله ما اللي يشدوه البوليس؟ قالوا يوم هاتش هذا كام ما كينش وانا ما بيني وبين ذلك البنت اشي حاجة انا بغي نزوج بها على سنة الله ورسولي هذه البنت وعفقة توبها هو وعفقة جاءوا الناس يعني قصروا كل شيء قصروا البيعاء وشرياء اللي كانت بيني وبين ابوها انا سأقول لكم اشنوا واقع من الولتة اللي أخر كبرها صغار هنا سأقول لهم الحقيقة لماذا؟ لأن شاف راسو ستورط سأمشي فيها الناس يتاهمون بأنه السبب في انتحار هذه البنت انصاف ماذا قالوا يوم هاتش هذا قالوا يوم سيدي هاتش يماني واحد نهار من نهارات كان يتيرم على راسو جاءت الغابة كان يدور كيتريني مع الصباح بكري وهو كيتريني هو كما قلنا نرى رجل اللبس له كان هزم معه المقانة كان دير واحد مقانة يساوي بزاف واحد مقانة غالية وهزم معه تليفون وغاديك لديه اللي زيت فودني وغاديك يجري وثم كانوا اعراطي ديره جنب الغابة كي يجري وما عمرت واحد اداة او يقرب لي كل شيء عارف وكي عارف الحاج اليماني اللي حتى سيطلق عليه واحد الشاب كان ملتم كان لديه واحد طاقية ترقب لاجهة العينين وضاربها على رأسه كامل ووجه كامل كيف يكون فيه غير العينين جبت جنوية على الحاج اليماني جبت عليه جنوية وهده بشي يخط ما عنده ثلوس تليفون مقانة حاج اليماني شوية تعصب معه او لا تريد اعطيه جبت جنوية هذه الخونة كما قلنا نرى اعطيه اعطيه وخطنت هذه الخلقة هنا من الذين يرى بشياء اضرب brands يموت امام أمامه بشياء اولا اصلابه بالقوة المقانة ومتعة ولكليفون ما كانت بوضع كامل تواصره المهم قلته مرميتا هنا اعطيه ناس اعطيه و بالنسبة لذلك تضربة و هي فاشة تثبات لذلك الدربة انه يقوم باديك الرجل و الذي يقوم باديك الرجل يعني كان يقتلق السيد هناك حاج اليماني تعصب بزاف و لم أعرفش هذا الخونة و قرر انه إذا عرفه ستتعقم منه و كيف تتعلم دور ديالك فاتشهده كامل و كيف تتعلم نيزار؟ لا لا نجيكم الحضرة نيزار قال لهم بأنه هذك الشخص اللي قريس الحاج جاء عندي وبعليه المقانة يعني في الأول ما كنتعرف هذي الحاج اليماني و كيف تتبعوا الابحات لهم التحريات و ما إلى ذلك لقاوا عندي لقاوا عندي المقانة هذا نيزار كهضر من لقاوا عنده المقانة ديال الحاج و تعرفه الحاج يعني السيدة والقريسة ديالي أنا غير شاريها ما علمي شاريها شاريه معدي واحد السيد اسمته حاميد هو هذك حاميد ماشي هو القريس الحاج حاميد غير كان بينه وبينه شصدع و شراها له غير كذب عليه أرمع عليه الباطل هذا حاميده موجره متوكي تعرض لسابق المرة و ما إلى ذلك يعني معروح عن البوليس المهم أن هذا حاميد دخل للحبس مهم حكموا عليه ما بشي عشر سنين و مختشنوا و هذا هذا نيزار هذا ضربوه بعامين هذا الحبس لأنه شرع مصروق و لكن الحاج اليماني أريد أن أعرف ماذا كان ذلك الذي قريسه سمع أنه حاميد و لكنه يجب أن يتأكد كيف يصل إلى المهم و لا يجب أن يتأكد هذا الحاج اليماني يدخل لك هشام أخو نيزار و قال لي أنت شوف يقول لأخوك نيزار في الحبس يقول لي هش كل جديداني و هش هش حاميد في الحلانية أو لواحد أخر هذا نيزار يريد أن يتأكد نيزار يجب أن يتأكد من الحبس و قال لي أن يقول لك و لكن يحترى أن ندخل الخدمة قال لي هش حاج صعفي ندخلك الخدمة و لكن يقول لي هش حاميد الذي يتاهم في الحلانية أو لواحد أخر فالفترة هذه كانتك آمين يعني ضربوه هش هش خوث و دخل يخدم يعني يتاب و يدخل و يتحرك و داخل حسكر مع تجوه الشباب لتجريسه نيزار يقول أن نيزار عندما يتخل يخدم يشاهد أن يتأكد من أحد أمين و يقول لي هش خوث يقول لي هش حاميد و هو هش حاميد أو للا نيزار ناض يقول له هش خوث قال يقول لي هش أمين هش أمين هو هش أمين هو هش مجانة وانا حميدة غير صافة الحبس غير حتى كان بينه وبينه وحل الحساب أقديم هذا الشيء من الحاج اليماني من اللي اسمع هذه قرر انه منتقم من آمين مزيان ايش ندير ايش ندير الحاج اليماني الحاج اليماني عارف بأن آمين ودوجه صاحبه يخدمه الليل هذه السيماني عندهم خدمة الليل وهم كارين مرضياتهم هذا النهار هو اللي قال الأمين مجيش قال لي انت بينه وبينك شوف تدرق يتمار هذه الليامات وكذا وبقراش المزيان وما إلى ذلك هذا النهار بلا مجي الليل ارتاح مع راسك وعدك جوجه الاخرين خليهم اللي يجيوه مرة أخرى يرتاحك وانت يجيخدم قال لي بارك الله فيك الحاج ومشريح الاخرين جاءوا جاءوا الخدمة الاخر بقى بوحده في الدار يعني الليلة بيتغير بوحده في الدار مزيان أمين هو يقول الحاجينية كان دير مع واحد جوجه اخرين واحد جوجه شابه بخوت عندهم واحد بي كوب خدامي اللي في واحد الفير مدياله وقضي الحاج ديامان يميت عندهم واحد بي كوب خضره بالضبط كنقله على سلعه والبضائه وما إلى ذلك عيط اليوم قال لي ما غد نشوف هذا العنوان هذا غد تلقى واحد شخص هدك غد تخطفوه غد تخطفوه وغد تكشتضع غد تسرقوه هو على الجدار هذا الفير مدى كامل لأنه من اللي غد يقتل ذلك امين خاصوا غريسي الدار وخاصة المسروقات يحطهم هده الجود تادي الامين باش هدوك من اللي غي يجيو يدك لاريو الصباح بأنه غريسيه لبولي سلسقوه في يوم التهمة انتهم اللي قتلتوه عرفتوه غريسيه وهو نجح في الصراحة الى حد ما هده كريدان وشوش شاباب هده كشوش أخوت جاءوا بي كوب اعطوهم مبلغ مالي كبير جاءوا بالليل اعطوهم العنوان طلعوه هجموا على امين ضربوا الى بتكتيفة دربوه فوق البي كوب مع الامتيعة اخوانوا كل شدار ومشاوه اخوانوا جهة الغابة امين وطعنوا طف 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 قتلوه ثماناية حطوه أخوانه هده كبير اخوانوا قصة بي كوب اخوانوا دومي تور وانا اخوانوا الى طريقهم اخوانوا دربوه كشجرة هذا هو السيناريو كيف كان هنا نظار يقول لهم هده كينة بالضبط او الفيرما في كينة بالضبط سيذهب الى البوليس انتاقلوا هده كبير سيضخوا الى المقبض سيقالوا للمقبض الى كوميسارية سيقالوا بوط المجازة سيقالوا بي كوب سيقالوا باقي كمهية باقي هذا البوليس الى الفيران مهرس يعني من الذين يقوموا بجريمة سيقالوا بجريمة سيقالوا بها هذه تعليمات الحاج اليمني سيقالوا هم اعترفوا بكل ما نصيب اليهم ولكن اتقل لماذا لا تنزع في حينه السيناريو قالوا هده نزاع قالوا انا ما اللي عرفت انه امين تقتل؟ عرفت بان الحاج اليمني هو ام الفعله شيت عنده وهددته قلت لي الحاج اليمني هو ام الفعله ثالي قتلت امين لهذا سيضبر لي قالوا نضبر لك ما يريد قالوا المهم انا اضحكت معك لا تعطيني ما يعطيك قالوا يا ابنتك قالوا يا ابنت صغيرة وكذا لا انت مناسب لها قالوا يشوف ام احسن كون مناسب لها او لا يكون مناسب لك تقل السجن سيطور في عينيه هذا الحاج اليمني وتزير يجيب والديك وخطبها هنا من اللي مش اخطبها يعني يوافقوا عليه والسيد موافق وتواحد مفهمت تشي حاجة كيف حاجة الحاج اليمني وبنته يوافقوا على هذا لا يدخونا هذا اللي نكيره وحباسهما الى ذلك ومساوي تشي حاجة في نظارهم هما وطابل الحال ما فهموا له هذا هو الاصلي يعني السيد كان ديليه الشانطاج يقول يعطيني بنتك او لا غدين نصيفتك الحابس هنخل لو هاتشهدك يامل ومشاون تاقل السبيطار عند الحاج اليمني الحاج اليمني واجهوه بالحضرة عني زار وانه هو اللي قتل امين واعترافت تعجوش الخوت لقروا بان الحاج اليمني هو اللي حردهم باش يقتلوا امين انتقاما منه هذه الحاج اليمني مغاك تتورف عنيه واعتراف بكل ما نسبع اليك قال هذك الضربة يضربني هذك النهار وخلاني عاجز يعني خلاني كان نعرج برجلي طوحياتي قررت انصفى عليه صفيت هذك اللي انتقمت لانه هذك يعني زار هو اللي كان عارف شكون اللي غريساني لانه هو اللي وصلت لي الساعة لانه امين هو اللي باعليه المقانة المرة بالولا ولكن كيف اشتوافقتي على نظاري زوج بنتك قال لي املي جاهددني وعرفني انا لقتلت امين ملقيت منذير الحل الوحيد انا ينزوج بنتي ولكن انا مكتش غاد ينزوج لي مش هو هذ الحاج ياميني مش غصة بنته انصاف قال لي شوفي غايجي واحد السيد عندي مع المشاكين ولا موافقتيش غاد يقدر يقدر يقتلني اوليش حاج عافا كبنتي لموافقي غير دوز ديك الليلة امنا راح انا مغنزوجك هنا اللي بنت وافقت كنا نشوفها انها وافقت لطول من اللي جاو عائلتو مفاهمين تشي حاجة تعصب نعم او غضب مشا بغين تحر عليش انه وطلع لي الدم هو كان غاد يفوح الخطة كان بغين يقتل هذلك انه يزار براسو مع الوقت هذلك قطلويت هنه منه دي هز اللي السيف العنقو ولكن ما تمتش العملية من اللي بغين تحر هذلك انصاف شايت بها بغين تحر عارفات بانه ومشاكة كبيرة لا يمكنها تصبر ومشاكت تحرات وماتت هذلك اللي كان او من وراءة الشيئة كامل تقدموا العادلة كاملين هذلك الحاجة اليمانية وهذا نزار براسو وهذا جوج خوت هذا جوج خوت تحكمه بالمؤبد هذا الحاجة اليمانية تحكم بالمؤبد بينما هذا نزار تحكم بخمس سنين الحبس لأنه كان عارف جريمة وستاكت وصيفت هذلك غير ضلما هذلك اللي تتاهمه حميد قليرا ولي باليا المقانا وهذه النهاية الحلقة اليوم نتمنى انها تنال الرجل لكم والله احمد لكم وليين الحسن اتغال ومتابعة ودومتم اوفيق القناة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته